أترضت قوات التحالف صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه مدينة الرياض إلى جانب تدمير ست طائرات مسيرة مفخخة وجهتها الميليشيا باتجاه المملكة خلال ساعات قليلة هذا وأفاد المتحدث باسم التحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الروكن تركي المالكي بأنه لا يوجد دولة في العالم عدى السعودية استطاعت اعتراض هذا الكم من الصواريخ الباليستية والمسيرات هجمات شريسة ومتتالية تعرضت لها السعودية خلال الـ 24 ساعة الماضية تمثلت بست طائرات درونز حوثية استهدفت المناطق الجنوبية وصاروخاً باليستياً استهدف العاصمة الرياض الدفاعة السعودية تصدت لهذه الهجمات ودمرتها إما رصداً لها من مصدر إطلاقها من الداخل اليمني أو بحال تتبعها عند وصولها السماء السعودية بما يحفظ أمن واستقرار المدنيين وفي حديث خاص للعربية صرح العميد ترك المالك المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية لليمن أن أمن المدنيين خط أحمر ولا توجد دولة بالعالم تمكنت من صد هذا الكم من الاستهدافات التي تجاوزت الـ 526 طائرة و346 صاروخاً ليس هناك أي دولة في العالم أو في التاريخ العسكري أو حتى الجماعات الإرهابية المليشي الحوثية هي الجماعة الإرهابية الوحيدة التي تمتلك الصواريخ الباليستية وأيضاً الطائرات جون طيار بدعم من الحرص الجمهوري الإيراني نحن تفوقنا في هذا الجانب للتعامل مع مثل هذه التهديدات وصدر كافة المحاولات الإرهابية للمليشي الحوثية هذه الهجمات أثارت إدانات واسعة النطاق مطالبة للمجتمع الدولي بضرورة لجم الحوثيين سريعاً حيث دان أمين مجلس التعاون الخليجي نيف الحجرف هذه الاستهدافات واصفاً الأمر بالتحدي السافري للمجتمع الدولي والاستخفاف بجميع القوانين والأعراف الدولية من جانبها نددت منظمة التعاون الإسلامي أيضاً بهذه الهجمات وفي بيان أصدره الدكتور يوسف العثيمين أيد كافة الإجراءات التي ستتخذها السعودية في سبيل الدفاع عن أرضها ومدنيها قوات الدفاع المدني توجهت للمواقع المستهدفة وقامت برفع بقايا الشضايا لتسليمها لقوات الدفاع السعودية لتحليلها والاحتفاظ بها كأدلة إدانة المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد ترك المالكي قال إن هجمات الميليشيات الحوثية مرتبطة بالأوضاع السياسية في المنطقة وإملاءات الجنرالات الإيرانية التي تحتل العاصمة اليمنية صنعاء لا شك هذا له علاقة بروضاع السياسية في المنطقة إملاءات الجنرالات الذين يتحكمون في الأمور في العاصمة المحتلة صنعاء أيضا العملية الهجومية التي تحاول الميليشيات الحوثية والآن تقريبا أكملت ما يقارب الثلاثة أسابيع هذه الإطلاقات تعكس خسار الميليشيات الحوثية على الأرض هذا ورصدت كاميرا العربية صورا لمنزل في حي سكني في الرياض أظهرت أثار الشضايا التي سقطت بعد اعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية أمس السبت وأكدت السعودية أن هذه الأعمال العدائية تتصنف بموجب القوانين الدولية بأنها جرائم حرب مشيرة إلى أن على ميليشيات الحوثي تحمل مسؤولية التأثير على المدنيين والأعيان المدنية وكان الدفاع المدني السعودي أعلن أنه تعامل وفق الإجراءات المعتمدة مع سقوط شضايا الصاروخ نتج عنه أضرار مادية بأحد المنازل دون وقوع إصابات بشرية أو وفاية موسيقى تمكنت قوات الدفاع الجو الملك السعودي من التصدي لعدد من الهجمات التي نفذتها ميليشي الحوثي على عدد من المدن السعودية المأهولة بالسكان أحد تلك الاعتراضات التي نجحت فيها قوات الدفاع الجوي كالعادة هو صاروخ باليستي استهدف عدد من الآمنين في شمال مدينة الرياض ووقعت تلك الشضية على سقف أحد المباني المهولة بالسكان نلتقي بأستاذ محمد فهيم أحد الساكنين الذين تعرضوا لهذا الأذى باختصار ماذا حدث وعند الساعة كم واطمنا عن صحة أولادك والله الحمد لله كان الأمس في حدود الساعة 8.30-9.40 صوت قوي جدا 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 فوق المجلس اكتشفنا أن في حفرة كبيرة ويعني ترويع والله الحمد لله أنا مكنتش موجود بس الأهل كانوا موجودين خفنا عليهم جدا صراحة إحنا ثلاثة الحمد لله فاللي حصل أنه تخضينا وما عندنا شغل حسب الله ونعمل وكيل صراحة يعني ميليشيات الحوثي مش عارفهم عايزين إيه ولولا والله يعني القوات الدفاع الجوي الله أعلم كان يمكن العمارة دي كلها اللي يحصلها ولا الحي بكامل الحمد لله على كل شيء الحمد لله وقدان سفير فرنسا في الرياض لودوفيك بوي الهجوم الباليستي واعتداءات المسيرات المسيرات المفخخة لميليشيا الحوثي الإرهابية كما أعرب السفير الفرنسي في تغريدة على تويتر عن شكره لأبطال الدفاع الجوي في السعودية على حمايتهم ناجعة للأجوة مؤكدا أنهم أثبتوا جدارتهم مرة أخرى بوقف اعتداءات الأمس موسيقى 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 من الرياض ينضم إلينا الدكتور حمدان الشهري الباحث في العلاقات الدولية الدكتور حمدان مرحبا بك معي في نشرة الرابعة العميد الريكن تركي المالكي عزى ربما تكثيف هجمات الميليشيا الحوثية في الفترة الماضية على السعودية وكذلك ربما التصعيد على الأرض في مأرب إلى ما أسماها بالأوضاع السياسي سألونا ما المتغيرات السياسية التي ربما شجعت الحوثيين على التصعيد على الأرض والتكثيف أيضا الهجمات على السعودية بالصواريخ الباليستية وبالطائرات المسيرة كما شاهدنا خلال الأيام القليلة الماضية لك التحية أستاذ خالد ولمشاهدك في الواقع اليوم الحديث كما ذكرت في الناحية السياسية ما شجع هؤلاء الشراظم هو في الواقع أعتبره عاملين أولا العامل خلينا نقول الإقليمي وهو طبعا إيران وحساباتها في المنطقة وملفها نووي واستخداماتها طبعا لهذه الميليشيات لتحقيق ما أريبها وهذا يعني معروف لأنه كما ذكر أيضا في حديث السيد المالكة والعميد المالكة عندما قال أنه تستخدم أو بإملاءات من جنرالات إيران الموجودين اليوم في داخل صنعاء ليقوموا بهذا العمل من أجل عيون طهران هذا من جانب من جانب آخر أيضا عن المستوى الدولي وهو شطب اسم الميليشيا الحوثية من قائمة الإرهاب أعطى الحوثي دفعة معنوية بأن ما يقوم به ليس بإرهاب وهذا خطأ كبير على المستوى أو على طبعا خارطة المجتمع الدولي أنه يقوم بمثل ذلك يعني هناك يا أستاذ خالد في الواقع خلل كبير عن المستوى سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه ملف اليمن لا شك أتحدث عن سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة وأيضا من جانب كذلك دولة كبرى في قبل أيام كان هناك قانون أو كان هناك قرار بلا صح يدين استهدافات الحوثيين للمملكة العربية السعودية ولمأرب لكن هناك من امتنى عن التصويت عن ذلك في الواقع هناك خلل كبير يجعل هذه الميليشيات الإرهابية تقوم ما تقوم به ويجعلها مطلقة اليد ومرة أخرى مع العميد المالك عندما قال الميليشيا الوحيدة في العالم التي تمتلك هذا القدر من الصواريخ الباليستية وطائرات المسيرة إذا نتحدث في الواقع عن وكأنه جيش يطلق ويزود بالسلاح ليقوم بما يقوم به والعالم بيكمن يتفرج نحن نقول يعني أستاذ خالد دام نرددها على الإعلام نقول نحن ترى لسنا في الواقع يعني نحتاج أو نمد يد نطلب المساعدة من أحد نستطيع بفضل الله رد كل هذه الهجمات بل ورد عليها على أرض الواقع لأنه كل ما ترى اسقاط يعني هذه من بعد مئات الصواريخ الباليستية كانت شضية واحدة عرض طموها وهي استهدفت مدنيين ولا شك أنه خطر كبير لكن أقصد أنه باستطاعة بلادنا وقواتنا في الدفاع الجوي وقواتنا في جميع القطاعات الرد على الحوثي بل وتأديبه وجعل الحوثي من الماضي المشكلة أنه هناك مجتمع دولي هو من يعطي هذا الحوثي المجال هو من يغطي عليه يعني سابقا كان وهذه مهمة جدا سأذكر نقطة مهمة جدا استدخالت في الماضي كانت الحديدة التي تم تحريرها لكن هناك ما تدخل من المجتمع الدولي ثلاث مرات اليوم تذكر معي مأرب اليوم هناك صد نعم لصد صد اليوم لهذا العدوان في مأرب من الميليشيا الحوثية وهناك يعني في الواقع خلينا نقولها بالعامية دعس لهؤلاء بالآلاف سترى سترى المجتمع الدولي عندما يرى أنه قلب للطاوة من ستوك هولم جديد يتم في مأرب وفي هذه النقطة دكتور حمداد هناك أيضا كما تقول من يربط هذه الهجمات الكثافة باستهداف مناطق في جنوب السعودية أيضا بالمعركة المحتدمة اليوم في مأرب يقولون مثلا بأن الحوثيين يريدون الدخول في مقايضة مع السعودين أن تتوقف عن ضربهم بالطائرات كما يرون مقابل أن يتوقفوا عن ضربهم بالصواريخ وكذلك بالطائرات المسيرة في السعودية مثل هذه المقايضة كيف تراها؟ هل يمكن أن يكون مثل هذا الطرح واردا اليوم أو التحليم؟ يعني هناك الكثير من مثل ذلك لكن أنا ما أردت القول أستكمل نقطة الماضية ثم أسعود لها فضلا ما ذكرت قبل قليل أستاذ الكريم أن المجتمع الدولي عندما سيرى وهناك تقدمات في الواقع على جبهة مأرب عندما يرى هناك تقدم وهناك قلب للطاولة وهذا ما نرى يوميا سيتدخل بحجة الشأن الإنساني سيتدخل بحجة عديدة تعرف دائما وبدأ ما يعطل الانتصارات ويميل كفة الحوثي هذا يجب أن ننتبه له لكن عفوا نعتقد التحالف العربي مدرك لذلك وأصبح يعرف أنه لن تنطلع عليه مثل هذه الحيال طبعا نحن لا نقول تحدى العالم والمجتمع الدولي لكن هذا أمننا وهذا ما يشاهد العالم لن نسكت واستهداف المدنيين خط أحمر ولن يتم السكوت عن ذلك أما فيما ذكرت المقايبة هي في الواقع أقل من ذلك هي في الواقع تنفيس الحوثي يحاول ينفس عن المعركة التي يخسر فيها خسائر يومية ويرى نفسه في يوميا تقهقر فيحاول أن يرسل مثل هذه المسيرات ومثل هذه الصواريخ الباليستية ويعلم أنها بالمئة تسقطت ويعلم أنه سيأتي الرد على الأرض لكن هو يريد أن يحدث شوء إعلامي وأمام المجتمع الدولي وأمام الآلم أن هناك من سيقوم بمثل ذلك مرة أخرى نقول المملكة العربية السعودية باستطاعتها بفضل الله الرد وإسقاط كل هذه الصواريخ الباليستية والمسيارات بل والرد في داخل اليمن والرد سيكون حاسم ولا أعتقد أن المملكة وإن كان صبرها طويل وإن كانت تستخدم السياسة في أعمالها أكثر من العمل الأسكري لكن أعتقد أنه مثل هذه الأعمال لن تجعل المسؤول إلا يفكر في أنه يؤدب الحوثي حتى يفكر ألف مرة في أنه يحاول أن يستهدف أو يلجأ إلى القوة وخصوصا أن هناك مجتمع دولي طالب وهناك موافقة من المملكة وأكثر من طرف أنه يكون هناك حلول سياسية لمثل ذلك لكن إذا كان الحوثي يظن أنه بالتصعيد سيحصل على ما سيحصل عليه على طاولة المفاوضات أو اللي نسميها العملية السياسية أعتقد هو مخطئ وسيدفع ثمن ذلك وسنرى مجتمع دولي بعد أيام لا أقول حتى سابيع سيتدخل ويحاول إنقاذ الحوثي لأنه يراه تقهقر في أكثر من مكان ما خطورة هذا الأمر؟ لماذا ترى بأنه تدخل المجتمع الدولي أو الذهاب إلى أي اتفاق سلام كما يرى البعض الآن فيما يتعلق بمأرب تحديدا ربما يكون وضعا أو ينتج وضعا خطيرا في هذه المنطقة هو لا شك تعرف مأرب أهميتها سواء كانت جيو سياسيا أو حتى جيو اقتصاديا لذلك مأرب مهمة جدا على الساحة اليمنية لكن المأرب الأهم من حتى الجبهات الموجودة هو الحوثي نفسه هو إيران نفسها في المنطقة وهذه الإدارة وتعاملها الأمريكية الجديدة والمجتمع الدولي مع إيران في الواقع هو يتعامل مع إيران أستاذ خالد شيء عجيب أنه من أربعين سنة هذه الدولة تحتل السفارات هذه الدولة لا تحترم العرافة القوانية الدولية هذه الدولة أقصد بها إيران تفرخ الميليشيات تسعر الإرهاب يوما بعد آخر وهذا المجتمع الدولي لا يريد معاقبتها بل يريد لها أن تمتلك حتى القنبل النووية بإجراءاته وتعاملاته المفضوحة التي في الواقع غير لم نرى في الواقع حتى لأن إجراءات توقف مثل هذا الخطر هناك مشكلة في الواقع على المستوى الدولي وهو استخدام إيران كأداه لها في المنطقة لتحقيق مآرب سياسية على الساحة الدولية شكرا جزيلا لك من الرياضة الدكتور حمدان الشهري البحث في العلاقات الدولية